اشتركوا في القناة مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزاءة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزاءة بن ثور السدوسي وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة ومضوا معا غزاة في سبيل الله فما زالوا يحررون المدن ويطهرون المعاقل والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بهماها كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصين وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل وفوقها شاذوران بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض والشاذوران أو الشادوران منهل ماء له حوض ونوافير وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من أفواهها وشاذوران تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء شيد بالحجارة الضخمة المحكمة ودعم بأعمدة الحديد الصلبة وبلط هو وأنفاقه بالرصاص وحول تستر صور كبير سامق يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه وحشد وراءه خيرة جنود فارس عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت ثمانية عشر شهرا لا تستطيع جتيازه وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة ثمانين معركة وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس قد أبلى مجزاءة ابن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معاه فقد تمكن من قتل مئة كمي من فرسان الأعداء مبارزة فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش المجاهد وفي آخر معركة من تلك المعارك الثمانين حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حال سيئة إلى أخرى أسوأ فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بالسهام الصائبة وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سورة استر العظيم يائسا من اقتحامه سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول لقد وثقت بكم معشر المسلمين وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بن الشابة فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد وتسلل إليهم تحت جنح الظلام وأفضل أبي موسى بحقيقة أمره فقال نحن من سادات القوم وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وعدى على ماله وأهله وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمانه على نفسي وأولادي فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق استدعى أبو موسى الأشعري مجزاءة ابن ثور السدوسية وأصر إليه بالأمر وقال أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة فقال مجزاءة اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير فقال له أبو موسى إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وأن لا يحدث أمرا غير ذلك مضى مجزاءة ابن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه فلما رأى مجزاءة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بأن لا يحدث أمرا فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر أعد أبو موسى ثلاثمائة من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم وأمر عليهم مجزاءة ابن ثور وودعهم وأوصاهم وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة أمر مجزاءة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب ومضى بهم في آخر الهزيع الأول من الليل ظلم جزاءة ابن ثور وجنده البواسل نحو من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى ولما بلغوا المنفذ المؤدية إلى المدينة وجد مجزاءة أن النفق قد ابتلع مئتين وعشرين رجلا من رجاله وأبقى له ثمانين وما إن وطئت أقدام مجزاءة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قل ما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزاءة ابن ثور الهرمزان في ساحها فقصد قصده وساوره بالسيف فما لبث أن ابتلعه موج المتقاتلين وأخفاه عن ناظريه ثم إنه بدى له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه وتصاول مجزاءة والهرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية فنبى سيف مجزاءة وأصاب سيف الهرمزان فخر البطل الكمي الباسل صريعا شهيدا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا انطلق المبشرون إلى المدينة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر وعلى كتفيه حلته الموشات بخيوط الذهب ليراه الخليفة وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة بن ثور السدوسي وبعد فما دمتم أيها الأحباب الكرام قد وصلتم إلى هنا من هذا المقطع فقد أتممتم بفضل الله سماعه فجزاكم الله من الخير أجزله فإن صادف قبولا فلتبخل علينا بإعجاب وتعليق ليصل إلى غيركم وعلى الله الأجور ولا تحرمون كذلك من دعوة بظهر الغيب وإن كان من ثلمة فشأن الكرام ستر العيب أدامكم الله خيرا لا ينقطع أثره ممتد بالدنيا بقى أدامكم الله خيرا لا ينقطع أخره اشتركوا في القناة